بالتعاون مع بعض المؤسسات الجامعية ويهدف هذا الإجراء لتمكين طلب من التكوين في الفترات المسائية تفاصيل أكثر في سياق تقرير مصطفى تونسي ووليد مهاشري اعتماد ماستر عن بعد هو جديد جامعة التكوين المتواصل الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمكين خرج الجامعات من مواصلة الدراسات ما بعد التدرج والدخول في نمط التعليم التفاعلي جامعة التكوين المتواصل ستكون مرافقة لهذا التكوين وهذا التعليم لست جامعات موجودة عبر الوطن كمرحلة أولية حتى وبعدها تعمم على باقي الجامعات هي قسنطينة واحد، باب زوار، جامعة الجزائر واحد، جامعة الجزائر ثلاثة ووهران واحد في تخصصات متنوعة اتفاقية مع عدة مؤسسات جامعية لتوفير تكوين أكاديمي يتماشى ومتطلبة سوق العمل حيث سيتم تحضير الدروس ضمن قاعدة معطيات فيما سيتم فتح التسجيلات للطلبة عبر الأنترنت هو تكوين أكاديمي يعني بحث يعني احنا كنا يعني موجودين بالنسبة لها الجامعات في استقبال الدروس عن طريق هذه الجامعات وإدخالها في أرضيات وتزيلها عن طريق الفيديو حتى تكون للطالب يعني درس مصمم رقمياً وبالصورة وهذا طبعاً لفائدة هذه الطلبة الذين مندمجين في هذا النمط اللي هو التكوين أو المصر عن بعد لأن الجامعة جامعة تكوين متواصل هي لها ثقافة ولها خبرة في هذا الميدان أردوا الاعتبار لجامعة التكوين المتواصل سيسمح للطلبة الذين يزاولون العمل أو الذين يتعدر عليهم التنقل من متابعة الدروس مع الأساتدى والزملائهم عن بعد من جهة وكذا تخفيف تكاليف الدراسة والنقل من جهة أخرى مشاهدين إثران نقاش حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيدة جمال حود مويسى مدير جامعة التكوين المتواصل مساء الخير سيدي شكرا على هذه الدعوة التي نعتز بها نيابة عن إطارات جامعة التكوين المتواصل في قناتك الموقرة شكرا لك ونحن دخلنا الموسم الجامعي لهذا العام حبينا اليوم نصلت الضوء على جامعة التكوين المتواصل ألتتقد بأنه الآن نظرا لأتطول أصبحت نشهده في عديد من المجالات وكذلك في عديد من الوظائف يحدث معالينا أنه اليوم تأخذ على عتقها جامعة التكوين المتواصل أنها تؤدي وظيفتين أساسيتين ألا وهما تحسين مستوى الكوادر وكذلك العمال في شتى المجالات شكرا أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ونصر المرسلين في البداية جامعة التكوين المتواصل التي أنشئت أواخر 89 الآن لها 26 سنة من الوجود فهي اكتسبت هذه الخبرة وهذه المهام كانت منذ نشأتها في شقين أساسيين وهما التكوين المتواصل لموظفي وإطارات المؤسسات وكذا للشق الأول هو الشق الثاني هو لطلباء الذين يزاولون دروسهم في جامعة التكوين المتواصل بنمطين متعددين هما النمط الإقامي والنمط عن التكوين أو التعليم عن بعد طبعا الجامعة جامعة التكوين المتواصل اكتسبت كما قلت هذه الخبرة لأنها تعتمد على أرضيات تعليمية حديثة وهذا ما جعل العديد من الطلبة وحتى في الجانب التكويني للمؤسسات أنهم يلجؤون لهذه الجامعة لما لها أولا من أنها لها امتداد يعني وطني على مستوى 53 مركز مغطية على 48 ولاية و11 ملحقة هذه الصفة وهذه الميزة التي اكتسبتها جامعة التكوين المتواصل على مستوى الوطني تعود قطب بامتياز سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي لأننا نجد بعض الجامعات موجودة على مستوى الدولي تقوم بنفس المهام التي تقوم بها جامعة التكوين المتواصل ولكن التغطية هي تغطية محلية أو تغطية جزئية بينما جامعة التكوين المتواصل لها امتداد وطني طيب أستاذ جمال حود موسي عدنا عن المقاطعة حتى نتماشى طبعا بطبيعة الحال أن أي طالب أو حتى لأن جامعة التكوين المتواصل هي في حد ذاتها موجهة لأطلاب وحتى للعمال والكوادل بإمكانهم أن يكملوا دراستهم نحو تحسين مستوىهم إلى غير ذلك طيب في هذا السياق ونظرنا اليوم أصبح نشهد أن سوق العمل أصبح يطلب العديد من الأشياء حتى أن سوق العمل يجبر أن الطالب أو حتى العامل يتماشى مع ما هو متواجد إذا تحدثنا عن التطور هناك مثلا تقنية جديدة هناك تخصصات جديدة في جامعة التكوين المتواصل هل تم استحداث إذا قلنا مناهش في التدريس حتى تتماشى مع ما هو مطلوب حاليا؟ شكرا أولا التخصصات الموجودة في جامعة التكوين المتواصل هي مكيفة على أساس احتياجات سوق العمل وهناك يقول سوق الحمل فقمنا يعني هو موجهة للقطاعين القطاع الاقتصادي أو القطاع كما نسموه لإدارات العمومية فلو نأتي إلى القطاع الاقتصادي فنجد تخصصات تتماشى مع اقتصاد السوق مثل التكنيك بونكير، تقنيات الباكية أو الكوميرس انتر ناشنال، التجارة الدولية إلى غير ذلك من التخصصات الموجهة للقطاع الاقتصادي ليطلبها سوق العمل حاليا في الجزائر طبعا وهناك تخصصات موجودة موجهة إلى القطاع العمومي مثل القانون الأعمال مثل علم النفس التربوي، تسير موارد البشرية إذن هذه الجملة من التخصصات والتي هي عديدة هذا على سبيل الذكر فهي موجهة أو مدروسة خصيصا لأنها تتماشى مع اقتصاد السوق لأن هذه التخصصات هي ضمريا هي تسعى إلى أننا تكوين نظري وبالتالي لأن لو نتفحص تكوين المتمدرسين في جامعة كمتواصل فهم أغلبية من الموظفين لإدارات معينة يتم تخصيص الفترات المسائلة حتى يتسنى لهم مزاولة الدروس الجانب النظري موجود بالنسبة لجامعة كمتواصل والجانب التطبيقي أكيد هما موجود في المؤسسات التي يتوظفون فيها بالإضافة إلى هذا الامتداد لأن هناك تكوين متخصص أو حسب الطلب لموظفي هذه المؤسسات التي يرجعون إلى جامعة كمتواصل من خلال تحسين الأداء الموظف وهذا ما ينعكس إيجابا بتحسين مردودية المؤسسات وهناك عدنا امتلاع على هذه المؤسسات مثل صناطاك مثل خطوة جوية جزائرية صيدال إلى غير ذلك لكن أستاذ في البعض أنه يشتكي عدم اعتراب مصالح الوظيفة العمومي بشهادة خارجي هذه الجامعة جامعة تكوين المتواصل يعتبرون أقل حظا إذا قلنا بين قوسين بالنظر إلى أن الشاب تلقى تكوين جامعي في جامعة لغير جامعة تكوين المتواصل في كثير هذا المشكل أصبح يعيقهم لا هذا ما سمعناها للأسف وهذا أنفي هذا الكلام لأن لدينا إحصائيات وأرقام تبين أن كل أغلبية خريجية جامعة تكوين المتواصل هم يجدون مناصب شغل بسهولة ولو جعلنا هذا الإسقاط أو هذه الكلام على مؤسساتنا سواء كانت اقتصادية أو عمومية على مستوى كل الوطن لا تخلو مؤسسة أو شركة من أن هناك موظف مرة على جامعة التكوين المتواصل بل هناك تخصصات بل هناك أن من تحصلوا على شهادات أكثر من الديع التي نمحوها أنهم نجأوا مرة ثانية إلى جامعة تكوين المتواصل لما لقوهم من سهولة في التوظيف الحاصل في سوق العمل طيب لو نتحدث عن نسب نجاح الطلبة في جامعة تكوين المتواصل بمقارنة بعدد المسجنين السنوين هل من إحصائيات؟ طبعا ننتي إلى هذه الإحصائيات فجامعة تكوين المتواصل كما قلت هي منذ سنة تسعين يعني أو أخر تسعين كان العدد أنا ذاك يعني حوالي عشرين ألف طالب موجودين على مستوى عشرين مركز أنا ذاك فقط وبعد السنة الأخيرة اللي هي 2015-2016 لأول مرة بلغ عدد درق مقياسي بالنسبة للمسجلي جامعة تكوين المتواصل الذي بلغ أثاقة أو قارب مئة وعشرين ألف طالب موزعين عبر أنحاء الوطن كذلك بالمقابل نجد أن لدينا أرقام لخريجي جامعة تكوين المتواصل منذ نشأتها إلى يومنا هذا ففاق 500 ألف طالب خريج لهذه الجامعة إذن هذه الأرقام تعكس مدى إقبال هذا الشرائح المجتمع على هذه الجامعة كذلك لأن توقيتها كما تفضلتين سيدتي الكريمة أن التوقيت الذي يدرس بجامعة تكوين المتواصل هو يساعد أغلب شرائح المجتمع على أنها يرجعون إلى هذه الجامعة في آخر جامعة تكوين المتواصل ما سيتم اعتماده خلال هذا العام الجامعي سنة الجامعية بما يتعلق بإمكانية الطلباء أن يتلقوا دروس عن طريق ماستر عن بعد يعني هذا التقنية طبعا هذا أولا أحبت أن نوضح فقط لأن في التقرير الذي عرضه أن هذا الماستر عن بعد هو موجه لطالبة الجامعات الكلاسيكية يعني التابعين للنظام الكلاسيكي التابعين للنظام الكلاسيكي الستة وهي قسنطينة واحد باب الزوار الجزائر واحد الجزائر ثلاثة البليدة اثنين ووهران واحد في تخصصات متنوعة لكن جامعة تكوين المتواصل هي المرافق لهذه العملية لما لها من خبرة في ميدان التعليم عن بعد الذي نحن هدف ميزة نمتاز بها على باقي الجامعات وهو التعليم عن طريق الأرضيات التعليمية سوى في الدروس المصممة أو عن طريق الفيديو هي محاضرات بإمكان أن الطالب أن يتعرف على هذه المحاضرات عن بعد هي بمثابة أقسام افتراضية عن طريق النت وكذلك الطالب يرجع إلى الجامعة في إطار تجمعات أسبوعية المحاضرة من النحية النظرية طيب من النحية التطبيقية إذا كان هناك تخصصات بحاجة لأنه يكون هناك تطبيق حتى أن الطالب كيف سيتم طبعا هذا ما يجرنا إلى الشق أن هناك الجامعة والمحيط الخارجي فلابد أن الطالب أنه يرجع إلى المحيط الخارجي أو المؤسسات ليتعلم أو يواصل أو يمارس مهام وظائفه التعليمية عن طريق التطبيق فهذا موجود حتى على مستوى كل الجامعات ولا نجد أن هناك إشكال في هذه النقطة السيد جمال حود مويسى مدير جامعة تكوين المتواصل سعدنا بلقاءك كثير نشكرك جزيلا شكرا على كل هذه التوضيحات شكرا مرة أخرى ونتمنى شكرا لك مشاهدين من